كنوز السيرة جمع الغنائم وحصار الطائف أما الغنائم فكانت شيئا عجيبا بلغت ستة آلاف من السبي وأربعة وعشرين ألفا من الإبل وأربعين ألفا من الغنم وأربعة آلاف أوقية فضة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها ثم حبس الغنائم جميعا في الجعرانة ولم يقسمها حتى ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم وكان من ضمن السبي الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة دخل المشركون الطائف بقيادة مالك بن عوف وتحصنوا بها ولحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم واستمر الحصار أربعين يوما ونصب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور المنجنيق على أهل الطائف ورماهم به ثم نادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فخرج إليه ثلاثة وعشرون عبدا منهم أبو بكرة الثقفي وكان أهل الحصن استعدوا بذلك وكان عندهم ما يكفيهم سنة كما قيل عندها أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إنا قافلون غدا إن شاء الله فثقل ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله نذهب ولا نفتح الحصن فكيف ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغدوا إلى القتال فغدوا إلى القتال فأصابهم جراح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا فسروا بذلك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يا رسول الله أدعو على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم